أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين ويسعدنا أن نتواصل نحن وإياكم في برنامجنا الإسبوعي صباح الخير طول كرم صباح الخير فلسطين برعاية كفاءات للتدريب والاستشارات ويسعدنا أن يكون معنا في الستوديو معتصم دير مدير شركة التأمين الوطنية فرع طول كرم أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يا صاحب الكريم شركة التأمين الوطنية أصبحت تأخذ سيت وسمعة كبيرة جدا وخاصة في محافظة طول كرم ولكن أستاذ معتصم بالفترة الأخيرة بدأ يتتاول مفهوم التأمين المصرفي هل هو فعلا مفهوم جديد؟ ماذا يعني؟ أول شي صباح الخير صباح الخير شكرا لتفزيون الفجر الجديد وصباح الخير لأهلا في طول كرم مفهوم التأمين المصرفي ببساطة للمشاهد هو تعاون علاقة قائمة ما بين شركة التأمين والمصرف اللي هو البنك لتقديم خدمات تأمينية من خلال المصرف بتسهيلات بنكية هذا المفهوم البسيط جدا لعملية التأمين المصرفي اللي بدأت زي ما تفضلت أنت في الفترة الأخيرة تطفى على سطح تبين في فلسطين وهي فكرة جديدة ومنتج جديد عبارة عن منتج بنكي بتعاون مع شركة التأمين منتج؟ بنكي تتعاون في شركة التأمين مع البنك لتقديمه لزبون زبون البنك نفسه احنا في البنك الشخص اللي فاتح حساب سواء كان شخصي او حساب تجاري لشركة او مؤسسة صار بإمكانه الآن يحصل على خدمات التأمين من خلال حسابه البنكي ومن البنك دون الذهاب الى شركة التأمين هذا المفهوم موجود عالمياً اقليمياً وعالمياً موجود لكن في فلسطين كان لشركة التأمين الوطنية السبق منها تطرحه لأول مرة مع بنوك رائدة في فلسطين مثل بنك فلسطين وبنك الكودس يعني تسهيلات أكثر للمواطن نستطيع أن نقول ذلك طبعاً هي أكيد بتعودها للمواطن بالنفع فيها تسهيلات فيها توفر ووجود أكثر في كل مناطق المحافظات الفلسطينية وكمان بتكون فيها نوع من التعاون المباشر ما بين البنك وزبونه البنك وعميله بحيث أنه يحصل على الخدمة التأمينية من خلال البنك دون رجالة شركة التأمين باتفاقية بين شركة التأمين والمصرف نفسه يعني كيف يستفيد المواطن من هذه فقط من أجل التسهيلات أم هناك خدمات مميزات مثلاً يستفيد منها المواطن من خلال هذا التأمين أول خدمة بتهم الناس يعني بتفيدهم هو أنه البنك من خلال علاقته مع زبونه ممكن أنه يقدم له خدمة التأمين بالتسهيلات بالأقصاط تسهيلات بنكية بيكون أصلاً صاحب الحساب حاصر على تسهيلات ائتمانية أو حاصر على بحكم علاقته الائتمانية مع البنك حاصر على هذه التسهيلات بيقدم له إياها البنك إحنا بيننا وبين البنك البنك بيدفعنا المبلغ نقداً ولكن هو بيقدمها لزبونه كخدمة إضافية هذا ما يعرف بالتأمين المصرفي التأمين المصرفي يعني زي ما تفضلت أنت سابقاً كونه فكرة جديدة إحنا لسه في طور الإعلان عنه في طور التثقيف وإيصال الوعي للمواطن الفلسطيني على كيف يستفيد منه وكيف يعني يستغل علاقته مع البنك استغلال إيجابي بحيث أنه يحصل على خدمات التأمين من خلال حسابه المصرفي أو البنكي نعم يعني نلاحظ أيضاً هناك تطورات في عملكم يعني على مستوى محافظة طول كرم حقيقةً هذا شيء واضح ونلاحظ أيضاً بالفترة الأخيرة أن لديكم هناك نشاطات دعنا نقول إعلامية إعلانية وأيضاً في المجال الاجتماعي يعني من أي باب تأتي وتندرج هذه النشاطات أولاً إحنا يعني جزء فراتو الكرم إدارة فراتو الكرم جزء من إدارة عليا وإدارة تنفيذية في شركة التأمين الوطنية الشركة التأمين الوطنية لا يخفى على الجميع أن أكثر من 18 عام هي موجودة في فلسطين من الشركات التي وضعت لمستها في فلسطين قوة وملاء أمالية ومركز مالي قوي ثقة والتزام مع الناس في حاجتهم وفي تعويضهم من خلال سياسات الإدارة التي لدينا في شركة التأمين الوطنية نحن نوصل للناس من خلال مشاركتنا أحياناً في المسؤولية الاجتماعية في ابتكار أسليب جديدة للمنتجات التأمينية زي اللي نحكي عنها اليوم في التأمين المصرفي هذا أحد الأمثلة الكثير قوية أنه أجدت الشركة التأمين الوطنية بدل ما تزاحم شركات التأمين المنافسة والزميلة في السوق على بعض النشاطات العادية والتقليدية فكرنا في ابتكار وافتتاح أسواق جديدة من خلال أقسام متخصصة عندنا في شركة التأمين الوطنية في مقرنا الرئيسي في رام الله وجينا دورنا على هذه الفكرة بحيث أن تكون فيها خدمة المواطن ووصول للمواطن وين يتواجد في هذا المجال أنا بذكر أنه بنك فلسطين على سبيل المثال كان أول بنك رائد طبعا بنك فلسطين لا يحتاج إلى تعريف ولكن عنده 46 فرع في فلسطين هذه 46 فرع صارت الآن تقدم خدمات تأمينية لزباينها وعملاءها من خلال الكاونترات تبع البنك نفسه هيك أحنا بنكون كشركة تأمين وصلنا خدمتنا بأبسط الطرق وبأسهلها وفيها تسهيلات كمان إضافية لصالح المواطن الفلسطيني انضم إلنا كمان بنك الكولتس مؤخرا الحمد لله 40 بـ 22 فرع برضو على مستوى فلسطين في اتفاقية جديدة أعلن عنها في الصحف لسه مبارح وأول مبارح كونه بنك فلسطين وبنك الكولتس هم أكبر بنكين فلسطينيين يعني فلسطيني وليس بنوك أجنبية أو وافدة هم البنكين الرائدين في فلسطين واللي عندهم أعداد فروع ما شاء الله كبيرة تعاقدوا مع شركة التأمين الوطنية هذا يعني بنك وسين أن الكبار يتعاقدوا مع الكبار هذا يوصل لك إلى إن شاء الله بظل لكم كبار إن شاء الله لكن تعطينا صورة عن هذه الاتفاقيات الجديدة وفي الأمس تناولتها وسائل الإعلام تمام كانت البداية مع بنك فلسطين زي ما سبقوا وقلنا أنه هو ابتكار جديد فكرة جديدة فتح سوق جديد بالإضافة لخدمة الزباين تعاقدنا مع بنك فلسطين وبدأنا التجربة وتم تدريب جزء من موظفي بنك فلسطين على المنتجات التأمينية وعلى التعامل مع العميل في مجال التأمين وعلى الدخول على نظام التأمين من خلال البنك نفسه بحيث يكون موظف البنك هو أصلا موظف قادر على إصدار وثيقة التأمين بدون الرجوع لأنه في شركة التأمين نفسها وهذا اللي الحمد لله حصل فعلا في بنك فلسطين وبعد ما نجحت التجربة انتقلنا إلى الاتفاقية الثانية اللي هي في بنك الكودس نحن نعتز جدا بهالإسمين الكبار بنك فلسطيني وبنك الكودس وشراكتنا معهم كانت شراكة يعني استراتيجية فلسطينية أصلا تهدف قبل كل شيء بالإضافة للوصول للزبون والإضافة للربح المادي والإضافة للأهداف المادية واللي بتأمل منها الشركات أنها توصل فيها لأكبر شريحة من العملة أيضا إلى خدمة المجتمع الفلسطيني وتقديم خدمات إله بأفضل تسهيلات وأفضل جودة كمان توصل للناس في أماكن تواجدهم هذا الهدف من الاتفاقيات وهذه الفكرة العامة عن الاتفاقيات التي حصلت مع البنكين فلسطين والكودس يعني ذكرت في حديثك أنه حوالي 18 عام من شركة التأمين أو من عمر شركة التأمين وهذه السيرة الذاتية والآن اتفاقيات كبيرة لو أردنا مثلا نتسلسل لو شيء بسيط عن تطور هذه الشركة ماذا يقول الأستاذ معتصين؟ الشركة التأمين الوطنية يعني بهذا السؤال جوابه أصلا بيكون عند كادر قوي جدا كان هو عبارة عن مرجع مرجع التأمين في فلسطين أنشأت شركة التأمين الوطنية قبل أكثر من 18 عام في فلسطين الآن انتشرت في معظم المحافظات الفلسطينية ومكاتبها وفروحها وكلاءها منتشري في فلسطين بشكل واضح والكل بيعرفه شركة التأمين الوطنية لما بدأت بفكر وطني فكر اقتصادي وطني لتقديم خدمة التأمين يعني اسم على مسمى الآن الحمد لله بعملنا نشكل الرقم الأول في صناعة التأمين في فلسطين حتى على مستوى المدينة لدينا في طول كرم المحافظة الناس كلها شايفة أننا في خلال السنتين الماضيتين وصلنا لأنه نكون الحصة السوقية الأكبر الدخول مع عملاء من الأسماء الكبيرة في طول كرم مثل بلدية طول كرم الجامعات الفلسطينية في طول كرم الأسماء الكبيرة من تجار طول كرم كلهم مؤمنين لدى شركة التأمين الوطنية وهذا الحكي نابع من الثقة اللي جاي أصلا من العمر والتاريخ والتاريخ الصادق لأنه إحنا في صناعة التأمين نشتغل على ثقة أكثر نشتغل على أي شيء ثاني وعلى التزام فهو وعد بدك تنفذه للناس وإذا نفذته الناس ستعطيك حقك إذن بفهم من حديثك ومن كلامك أنه عملكم ليس فقط مرتبط في عمل مكتبي أو إعلاني وإنما هناك مثلا زيارات وتنسيقات مع مؤسسات أخرى أيضا في مستوى الوطن وفي محافظة طول كرم لو أردنا الحديث تمام أنت عارف أنه في قانون التأمين الفلسطيني يعني ألزم أنواع معين ألزم الناس بأنواع معين من التأمين مثلها تأمين المركبات تأمين إصابات العمل هذه أمور إلزامية صار على الناس من أمنها من هون بدأوا الناس يحسوا بالحاجة للتأمين ويسألوا عن التأمين نحن كمان دورا ننوعيهم ونشعرهم بالحاجة لتأمينات أخرى تأمينات أخرى لسه ما وصلت لمرحلة الإلزام في طول كرم عندنا اتصال متواصل دائم مع الناس اللي عندهم مؤسسات مصالح مادية شركات حتى على مستوى الأفراد عشان نوصلهم فكرة أنه لا تستنى أنه تلزم بالتأمين التأمين هو ثقافي ممكن تحتاجه في أي لحظة نسأل الله أنه ما يحتاج الشخص التأمين على حاجاته الكبيرة وعلى حاجته المادية لما تحصل فيه أي مشكلة بصير الشخص يدور على التأمين في هذا التأمين نحن ننجي بنوعي بنوصله الفكرة بنوصله الخدمة بأقل تكلفة ممكنة بما يتماشى طبعا مع الأسعار والقوانين اللي وضعتها قانون التأمين الفلسطيني من هون نحن في طول كرم رحنا باتجاه المؤسسات الكبيرة رحنا باتجاه بلدية طول كرم حتى معظم الجامعات الفلسطينية عنا في طول كرم الأشخاص الاعتباريين حتى في طول كرم كلهم وصلنا لهم وصلنا لهم في كرة التأمين قينا تجاوب كبير جدا نابع من ثقتهم باسم شركة التأمين الوطنية على مدى السنوات الطويلة الآن مثلا هل هناك أيضا خطة مستقبلية لهذه الشركة في نهاية حديثنا معك؟ يعني في مجال التأمين المصرفي اللي اليوم كان عنوان كلامنا الشركة الآن تتفاوض مع بنوك أخرى كمان بعد بنك فلسطين والكدس لإنجاز اتفاقيات جديدة في مجال التأمين المصرفي لتوسيع قاعة الانتشار وتعميم هالمفهوم بشكل أوسع في بلدنا فلسطين وتوصيل الفائدة والخدمة التأمينية لأكبر شريحة من الناس في مجالاتنا الأخرى نحن مستمرين بتقديم خدماتنا وبنوسع قاعة انتشارنا حتى في المحافظات وعلى مستوى المكاتب والوكلاء بحيث أن نكون قريبين من الناس نقدر نخدمهم عند الحاجة أولا وثانيا نقدر نوصلهم للخدمة التأمينية بأفضل تسهيل وزي ما تفضلت سابقا بخدمات مميزة تتناسب مع الاسم المميز لشركة التأمين وطنية إن شاء الله التوفيق والنجاح حليفكم دائما شكرا السلامة الكريم شكرا لتلفزيون الفجر صباح الخير ترك كرم